هو الحقيقة دور مصر كان دور ايجابي جدا ويعني ان تتقدم جنوب افريقيا بالدعوة اولا وناس كتير كانوا بيكلموا عن انه ليه مصر او غيرها من الدول العربية ما تقدموش بهذه الدعوة انا بعتقد انه كان في منتهى زكاء من الجانب العربي ان يطرق دولة زي جنوب افريقيا هي ليست دولة اسلامية هي ليست دولة عربية هي في جنوب القارة ولكنها عانت كثيرا من الفصل العنصري ومن الجرائم التي ترتكبها الان اسرائيل عانت قبل ذلك واستطعت ان تتحرر على يد الزعيم ننسو من ذلك يعني لاني كنت خزولا عربيا وانما كان نوع من التكتيكات يعني هي ليه لانه انت عارف هنظرك انه في المحاكم لما انا اكون شخص متهم ويجي شاهد اخوه الارضي ما بياخدش شاهدة الاخ على محمل القوة والجد والحق لانه ده اخوه انا متعاطف في كل الاحوال ومنحز في كل الاحوال دون شروط بذبت تعملها متين جنوب افريقيا وقا وهي التي تفجر هذه القنبلة وتذهب الى محكمة العدل الدولية وتنقدم بهذه الدعوة ده الحقيقة شيء يعني كان يعني انا بعتبر انه في منتهى الزكاء انه الدول العربية والاسلامية تركت جنوب افريقيا تقوم بهذا العمل او تفاهمت مع جنوب افريقيا في الاحوال الحقيقة دكتور يعني انا حطيت ايدك على نقطة جديدة في هذا السجال الضاير وانا في الحقيقة في البداية قلت انه ربما لان مصر بتقوم بدور وساطة فهذا يمنعها ويكبلها على ان هي كذا لكن يبدو ان القصة اكبر من ذلك لا يعني هي قصة الحقيقة تحتاج الى يعني تفكير جنوب افريقيا بعيدة كل البعد ولكنها جهة محيدة جهة محيدة اكتوت بين ايران العنصرية و الابادة الجمعية هي اقوى واقدر على عرض الفكرة طبعا في نفس الوقت هي طرف في اتفاقية منع الابادة الجماعية إسرائيل طرف في اتفاقية ملع الإبادة الجبعية نحن جميعا أطراف في اتفاقية ملع الإبادة مصري وغيرها من الدول ودي الاتفاقية دي يعني قبرمت سنة 1948 وكانت من أول الدول اللي انضمت إلى هذه الاتفاقية إسرائيل باعتبار أنها كانت بيسا كانت بداية بقى وعايزة تخش في المؤسسات الدولية بالضبط وبعدين كانت المحرقة وهتلر وكده وكلام ده كله فالحقيقة أنه بعد كده رأينا أنه المسائل تطورت المسائل تطورت وحصل إبادة جماعية الحقيقة إسرائيل انتهكت كل الجرائم الدولية انتهكت الإبادة الجماعية وانتهكت جرائم ضد الإنسانية وانتهكت جرائم الحرب ثم جريمة العدوان إزاي؟ جرائم مثبتة يا دكتور جرائم مثبتة يعني شوف حدرتك ما يقال عن أنه حماس منظمة إرهابية هذا خطأ حماس حركة تحرر وطني انطلقت من الأراضي الفلسطينية لغزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اللي هي إسرائيل ومن حق حركات التحرر الوطني أن تستخدم جميع الأسليم في سبيل تحرير وطنها دكتور أحمد حركة بتكلم قانون ولا سياسة؟ قانون قانون أيوة يعني نورني الله عليك فهي حركة التحرر الوطني من حقها حروب حركات التحرر الوطني حروب دولية ومن حقها أن تستخدم كل السبل لتحرير أرضها الشيء الوحيد اللي هو يعني يجب أن تمتنع عنه اللي هو جرائم الحرب اللي منصوص عليها في اتفاقية اللي هو المتحدة سبيل جينيفسا 49 يعني لا يتعرضوا لقتل المدنيين ولا للمدارس والمستشفيات اللي هي الأمور لا القانون الإنسان